السلام عليكم والله يسعيد أوقاتكم بالشهر الماضي عملت فيديو هين الفيديو الأول حكينا فيه عن كيفية تنصيب Arch Linux مع مدير النوافذ Awesome وبالفيديو الثاني عملنا مقدمة ونظرة سريعة على كيفية تخصيص Awesome Window Manager لكن بالفيديو الثاني ما فتنا بكتير من التفاصيل حول كيفية تخصيص Awesome Window Manager لأن الفكرة كانت بس أن نشوف كيف ممكن أني ابتدي باستخدامه ومقدمة طبعا استخدامه وتخصيصه يتطلب منك كثير من الوقت طيب اللي رح نعمله بفيديو اليوم أنه رح نشوف Configuration Files الخاصة فيه وكيف ممكن أنك تطبقها على نظامك هذا الكلام رح نعمله ضمن الماكينة الافتراضية اللي عملناها الشهر الماضي طبعا نحن موجودين ضمن Arch Configuration File بحد ذاته ينطبق على كافة التوزيعات وليس محصول بArch لكن كيفية تنصيب البرامج أو أسماء البرامج اللي ممكن أن نحتاجها لازم أنك تراجع الطريقة اللي بتنصيب فيها أو أسماء البرامج اللي موجودة على توزيعتك مثلا إذا جئنا عمالنا نحكي على أسماء الخطوط مثلا إذا بدنا نستخدم خط الـ Inter أو OpenSense رح نشوف أنه من توزيع على تانية رح يكون اسم الخط مختلف طيب قبل ما نبتدي بموضوع اليوم حابب أحكي عن مجموعة من النقاط اللي متعلقة بالقناة بشكل عام النقطة الأولى أحد التعليقات يجاني على السلسلة اللي عمالنا نعملها عن التعليمات الترمينال أو الأوامر اللي بيقول أنه هي أوامر وليس تعليمات كومنت وليس إنستراكشنز نحن ممكن أن نسميها كومنت ممكن أن نسميها أدوات ممكن أن نسميها برامج فهي كومنت هي يوتيليتي هي بروغرام هي السوفتوير هي إنستراكشن فأنا عمالي أقول عن هذه التعليمات بس لإني متعود على هذا الاسم ولكن إذا أنت بتفضل إنك تقول كومنت أو أمر فالكلام ما في أي مشاكل هو بشكل عام نحن نستخدم الأمر لحتى نعلم الكمبيوتر شو الأمر اللي بده يشتغل فيه فالكومنت نحن نستخدمها كإنستراكشن يعني إحنا عمان نقوله إنستراكشن الكمبيوتر أنه يعمل العملية المعينة ولكن شكراً على التعليق بالنسبة للقسم الأول من الفيديوهات اللي نعرضت لحد الآن أنا ما رح غير الاسم لأنه نعرضت الفيديوهات وأنا كنت مصورها ولكن بالنسبة للفيديوهات الجاية فأكيد رح حاول أني انتبه أكثر لهذه النقطة ولكن بالنسبة لعنوان الفيديو ما رح غيره لأنه بدك كل الفيديوهات تكون بعنوان موحد والسبب الثاني خاص باليوتيوب أنه وقت اللي بتستخدم اسم أو كلمة تعليمي بتوقع أنه اليوتيوب بيعاملها بشكل أفضل من أنك تقول أمر فبالنسبة للعنوان ما رح يتغير النقطة الثانية التعليق أو الطلب اللي إيجاني أكثر من مرة عن تنصيب أرش مع واجهة جنوم أكيد أنا ما لي نسي عن الموضوع بالمرة ولكن أنا تأخرت بهذا الفيديو لسببين اثنين السبب الأول أنه أرش يعني عملنا نحن عملية تنصيب من مدة شهر أو شهر ونص فأنا لحتى ما يكون فيه تكرار بالمحتوى اللي عمالي أعرضه وخاصة بالنسبة لتنصيب أرش فبحاول أني خلي فترة بين الفيديو والثاني السبب الثاني أني عمالي أنتظر صدور النسخة 42 من جنوم اللي يتوقع أنه تنزل بنهاية هذا الشهر هي حاليا موجودة بمرحلة البيتا أو التجربية فأول ما تكون النسخة 42 موجودة على مستودعات أرش أكيد سنعمل تنصيب أرش مع جنوم ونعمل مراجعة للتغييرات الموجودة بجنوم 42 النقطة الثالثة القناة بإذن الله اليوم أو بكرة رح توصل لخمسمائة مشترك يا رب لك الحمد والشكر هذا الكلام معناه أنه رح يصير في عندي إمكانية أني أنشر بالكوميونيتي أو بالمنتدى اللي موجود بصفحة كل القناة الفكرة من المنشورات اللي بدي حطها بالكوميونيتي هي أني مثلا أنا عندي فكرة ياريت أنه تتركوا لي آراءكم كمان بالتعليقات اللي بدي أعمله أني بدي أحط كتصويت أسبوعي على الموضوعات اللي حابين أنه نحكي عنها فمسلا أنا رحض ببداية كل أسبوع تصويت عن موضوعين معينين مثلا أنتوا بتحبوا تشوفوا تعليمة بتحبوا تشوفوا أمر بتحبوا تشوفوا برنامج بتحبوا نعمل مراجعة للتوزيعة فرح يكون في تصويت وبالاعتماد على الموضوع اللي بيأخد تصويتات أكتر فبنعمل الفيديو عنه هذا الكلام بإذن الله متى مصدنا للخمسمائة مشترك وصار متاح عندي قسم الكميونيتي رح يصير فيه منشورات مستمرة عن المواضيع اللي بدنا نضطيها على القناة طيب لحتى أي شخص يكون قادر أنه يستخدم الكونفجوريشن اللي موجودة عندي فنحن رح نستخدم الجيت ورح نستخدم الجيت هاب الجيت هاب طبعا هو الموقع والجيت هي الأدات أو اليوتيلتي أو الأمر اللي رح نستخدمه لحتى نسحب هاي الملفات ولكن قبل ما نبتدي بعملية الكلون أو النسخ بالنسبة للتوزيعة أو للفيديو اللي عملناه الشهر المواضي بالنسبة للمكينة الافتراضية في عدد من البرامج اللي لازم تكون موجودة على جهازي لازم أن ينزل عدد من البرامج لحتى نحصل على شكل مشابه للشكل اللي عندي في بعض النقاط رح نكملها بفيديوهات جاية ولكن اليوم رح يكون يعني 90% من الكونفجوريشن اللي خاصة فيه فخلينا نفتح ترمينال أولا نكبر الخط خلينا نقوم sudo backman طبعا هذا الكلام بعتبار أنه arch dash capital S والبرامج اللي لازم تكون موجودة عندي على الجهاز أول شيء بدي آيكون ثم سأقوم بإستخدامها اللي مستخدمها أنا اللي هي papyrus icon theme بعدين بدي يكون في عندي ايموجيز فرح قل له ttf-joy pixels بعدين بدي برنامج اسمه make بعدين بدي compiler lc بعدين بدي fake root هؤلاء البرامج الثلاثة هلأ ما نشوف ليش بدي استخدمهم بعدين بدي بدي خطوط رح نقول enter font بعدين بدي ttf-open sense وبعدين بتوقع انه هاي اغلب الامور اللي بدي ياها مبدئيا بعدين رح نشوف شغلات تانية خلينا اولا نزل هاي البرامج طيب هلأ لسه في عندي خطين اضافيات لازم اني نزل هون لحتى يشتغل النظام بشكل صح او لحتى تكون كافة الامور متوافقة مع النظام اللي عندي هدول اللخطوط بحالة arch linux ممكن انه نزل هون باستخدام الايو ار اذا كنت على توزيعه تاني فانا عملت فيديو عن كيفية انه كيفية تجميل الترمينال وشرحت فيها كيفية تنصيب هذه الخطوط ولكن بالنسبة للAUR فنحن مبدئية لسه لا يوجد أي AUR Helper فنأتي ونقول git clone HTTPS نقطين slash slash aur.archlinux.org paru-bin.git بعد ذلك سوف نقوم بـ cd paru ونعطيه tab لكي يكمل المسار داخل الparu سوف نقوم بـ make pkg-si الآن سوف ينزلني AUR Helper سوف يسألني أريدك أن تنزله ونقول له yes الآن صار الparu موجود عندي دعونا نمسح الشاشة ونقوم بـ paru-s nerd-fonts-fantask دعونا ندور على الاسم وبعد ذلك سوف نقوم بـ nerd-fonts-ubuntu-mono سوف ننزل هذه الخطين الآن سوف يظهر لك هذه الإشارة بعد إشارة القوز ونضغط Q ثم نقوم بـ enter الآن صارت الخطوط جاهزة الآيقونات جاهزة وصار في عندي إيموجيز أو دعم إيموجيز أيضا موجود الآن سوف نأتي دعونا أول شيء أول شيء نرى أين موجودين فنحن موجودين ضمن الـ home directory سوف نقوم بـ get-clone-https-slash-github.com هشام-ahai هذا هو الـ repo الخاص بي سوف نقوم بـ .files أنا أريد أن نسخ الـ .files أو أريد أن أقوم بـ clone للـ .files سوف ننسخ الـ .files طيب الآن إذا عملت ls-la سوف نرى أنه صار في عندي directory اسمه .files سوف نأتي لهذا المسار سوف ننسخ الـ ls-la سوف نرى أنه أنا في عندي configuration في عندي z-profile في عندي x-resources في عندي .x-enit-rc لكن ما الذي يهمني هو أني أأتي سوف نرى الـ home directory سوف نقوم بعمل rm-rf.config جيد لأن هذا الكلام لدينا الإعدادات التي قمنا بها في الفيديو الماضي الآن نريد أن نكتب فوقها أو نستبدالها سوف نقوم بعمل هذه المسار ثم سوف نقوم بـ cp-r باعتبار أن هذا الـ directory سوف نقوم بعمل .files.config awesome سوف نقوم بعمل .config قبل أن نقوم بعمل restart الـ window manager هناك بعض النقاط الثانية التي يجب أن أقوم بعملها سوف نقوم بعمل cp-r .files .config kitty سوف نقوم بعمل .config هناك أمور ثانية التي يجب أن أقوم بعملها سوف نقوم بعمل .config 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 ممكن ان افتح اي برنامج بديها ولكن اذا انتبهنا ان الوال بيبر رجعت لشكلها الاساسي دعونا نرجع الآن الى وراء نقل له cd.2 slash awesome سوف افتح ملف دعونا قبل ان افتح اي برنامج اي ملف اول شيء نرى ما هي محتويات ال awesome التي لديه فسألت له ls-la سوف نرى انه لدي عدة ملفات طبعا نحن رأينا في الفيديو الماضي ان كل الاعدادات سوف نفعلها بالrc.lua لكن انا باعتبار انه لدي ملف اعدادات كبير عندي ملفات كثيرة فانا اعمل عملية تجزيء للتجزيء مثل ما اللي رأيه ان البر العلوي لديه التوب بار البار اللي تحت لديه الباطن بار الباطن بار مثلا الابليكيشنز اللي بيستخدمها لديها apps.lua الkeybindings موجودة بملف اسمه keys.lua الرولز موجودة بملف اسمه rules.lua الwidgets اللي بتميز الwindows اللي بتميز ال awesome موجودة ضمن مسار اسمه widget الثيمات موجودة ضمن مسار اسمه themes فاذا فتحنا مثلا بس لحتى نتأكد الفيم فتحنا بالrc راح شوف انه ملف ال rc ما بيحتوي على اي شيء من الاشياء اللي شفناها المرة الماضية فرح شوف انه بالنسبة للفيم بالنسبة للrc هو عبارة عن ملف لا يتجاوز الثلاثين سطر على ما اعتقد لا يتجاوز الثلاثين سطر ليش لانه كافة الاعدادات موجودة بالملفات الثانية فاول شي بدي اعمله اني افتح ملف ال apps فرح اقول له فيم apps لحتى نضيف البرامج اللي بتشتغل بشكل تلقائي وقتل بشغل النظام راح اشي لهذا الملف راح اشي للقسم اللي موجود فيه local startup apps وهون راح اضيف البرامج اللي بديها فاول شي لحتى انا عندي عدد البرامج انا ما بيستخدم هذا الملف لاني بيستخدم ال x init rc ولكن خلينا نقول انه احنا موجودين ضمن apps.lua فانا راح اشيل الشرطين عن النايتروجين لحتى يكون في عندي wallpaper ولحتى نعمل نغيط دقة الشاشة هذا الكلام ينطبئ بحالتي انا لانه شاشتي 4k فقط لغير فراح اضيف سطر ثاني سوف اضيف سطر ثاني سوف اضيف سوف اضيف x render dash 840 260 كمان سوف اضيف سطر ثاني سوف اضيف xrdb dash merge dollar sign هم احرف capital slash dot x resources هذه البرامج التي انا سوف اضيفها فيديو اليوم بالنسبة لل بايكم الذي هو الكمبوسيتر لا سوف نضيفه لانه بالفيرتوال ماشين او بالماكينة الافتراضية بايكم في عدد من المشاكل فما بدأ اياه سوف اقول انه بس هاي البرامج الثلاثة اللي بديها فخلينا نحفظ الملف عن طريق نقطتين wq بعدين سوف اقل له kill all awesome لحتى اعمل تسجيل خروج نرجع منعمل تسجيل دخول مرة ثانية مثل ما اللي شايف هاي النقطة اللي حكيت عنها انه انا هاد الكوفيريشن خاصة بالنظام اللي عندي بس لانه الشاشة اللي عندي 4k فشايف انه الويدجيتس صارت باماكن مختلفة حتى البارات باين بسطرة صغيرة بخط صغيرة فرح نعمل الستارت للويندو منيجر عن طريق super shift r هلا شايف انه الخط صار اوضح او صار كل شي بشكل اكبر لكن لسه شايف انه الخطوط كبيرة شايف انه بالنسبة لوجيت حالة الطاس كمان الخط كبير شايف انه يعني الخطوط باين بشكل كبير فنحنا لحتى انحل هاي المشكلة رح نساويها بشكل يدوي فخلينا نفتح التربنا المرة تانية هاي النقطة ممكن انك تساويها فرح نيجي لل cd.config awesome ورح نيجي للثيم ضمن الثيم اذا عملت له ls شايف انه في عندي ملف اللي هو theme.law رح افتح هاد الملف ورح ايجي للقسم اللي فيه الفونت او السطر اللي موجود فيه الفونت رح اغير الخط لتسعة بحفظ بحفظ هاد الملف window بدون ما نسكره رح نعمل restart window manager هلا بشوف انه الخط مبدئيا صار افضل انت بحالتك اذا كنت رح تستخدم هاد هاي الاعدادات على جهازك وعندك شاشة بدقة بختلفة فلازم انك تضبط هاي الخطوط هاد واحد من الاماكن اللي رح نغير فيه الخطوط المكان التاني اللي بدي يغير فيه الخطوط اللي هو بالنسبة لويدجيت حالة الطاقس فكمان رح نفتح رح نيجي للcd ويدجيت ورح نفتح الويدر بالنسبة للويدر كمان منيجي للخط اللي فيه هون في عندي اكتر مكان بدي يغير فيه الخطوط في عندي خلينا نشوف وين موجودة اذا عملنا فونت فايزا دورت عن طريق السلاشة على كلمة فونت رح ايجي يغير الخط من 13 رح نحطه 9 بعدين بضغط حرف n لحتى يروح لكلمة فونت الثانية بغير من 15 كمان للتسعة بضغط n مرة تانية بغير من 12 للتسعة طبعا هاد الفيديو مو هو توتوريال عن VIM بس لازم اني غير هاي اللخطوط هلا اذا عملنا n مرة تانية رح نشوف انه ما في عندي اي شي تاني في عندي عدد من اللخطوط لازم اني غيرها مرة تانية بس لحتى ما نطول كتير بالشرح رح نوقف هون هلا رح احفظ الملف بالو نعمل سوبر شيفت ار اذا اجينا الوركس بيس تاني رح نشوف انه الخطوط صارت بالنسبة لحالة الحالة الطاص بالنسبة لوجهت حالة الطاص صار الخط افضل ما عاد بالحجم العملاق اللي كان من قبل لسه في عندي نقطة تانية هي حاليا موجودة كبغ موجودة عندي بالنظام لازم اني عدلها اللي هي بالنسبة ل البار العلوي لسه في عندي ايقونتين ما اللي شايف هون في عندي هون استهلات او اداء وفي عندي تحديثات النظام هذول موجودين بمثار البين اللي عملنا من شوية فانا اذا اجيت للسي دي اول شي رجعت للهوم ديركتوري متل ما اللي شايف موجود بالهوم ديركتوري اذا اجيت للدوت لوكال بين وعملت له الاس رح نرى انه في عندي سكريبتس كثيرة كل هاي السكريبتس اللي انا يعني قسم منها مستخدمها بالبار العلوي بالتحديد في عندي سكريبت اللي اسمها CPU وفي عندي سكريبت اللي اسمها pacman ف هذول لحتى يشتغلوا لازم ان يضيف هذا المسار اللي متل ما اللي شايف اللي هو الهوم.local.bin لازم ان يضيفه للبار خلينا نرجع للهوم ديركتوري اذا قلت له الاس مرة ثانية سأرى انه لدي ملف اسمه .bashrc سأفتح هذا الملف بالفيم سأقل له .bashrc سأأتي لنهاية الملف سأضيف سطر سأقل له export سأقل له بأحرف capital path يساوي سأفتح quotation mark المزدوجة وبقل له dollar sign home بأحرف capital slash dot local slash bin بعدين سأضع نقطتين dollar sign path بأحرف capital ويسكر quotation mark الآن نحفظ هذا الملف ونعمل تسجيل خروج مرة أخرى سأقل له kill all awesome كمان برجع بعمل restart window manager super shift r مثل ما اللي شايف انه لسه هاي ال path ما اشتغل لانه في عندي بالنسبة للنظام عندي شغالة بس بال virtual machine لازم اني ارجع دقيق فيها ولكن مبدئيا انت اذا بدك اضعهم واذا كان ال path عندك موجود شغال بشكل صح فرح يطلع عندك لسه في two widgets في عندي واحدة ل cpu ووحدة لتحديثات pacman هلا مثل ما اللي شايف انه لسه في عندي two widgets ما اشتغلوا اللي هنن اوقات الصلاة وفي عندي هون بعض الاقتباسات اللي بتطلع بشكل دائم هدول ما رح نحكي عنهم بفيديو اليوم رح نخليهم بالنسبة لودجت الصلاة انا عملت فيديو مخصص وشرحتها بالكامل فانت اذا بدك ويدجت الصلاة روح شوف الفيديو اللي عملته من اربع وخمسة شهور تقريبا شرحت في ويدجت الصلاة بالنسبة للودجت الثاني رح نخليها بفيديو اليوم ما رح نحكي عنها بس متى ما اللي شايف انه النايت روشين رجع اشتغل وحط لي الوال بيبر اللي كنا حاطينها طبعا بالنسبة للاختصارات او للكي بايندينج اللي موجودة عندي اذا ضغطت سوبر اس رح شوف كل الاختصارات اللي انا بستخدمها اكتر شي بهمني من هاي الاختصارات اللي هي شيفت سوبر ار او سوبر شيفت ار لحتى اعمل ريستار للويندو مانيجر عندي سوبر شيفت كيو لحتى اطلع من الويندو مانيجر اذا ما بدي تقول له كيل اول اسم بقول له سوبر شيفت كيو في عندي السوبر اس متى ما شفنا اللي هي بتعطيني قائمة بالاختصارات بعدين بالنسبة للدي منيو هادول الاختصارات نشوفهم بغير فيديوهات هي عبارة عن سكريبت انا بستخدمها اذا جينا لا ال سيؤات لي المانيو oh هاد كمان من اهم الاختصارات اللي لازم انو نحفظها ان طرق عندك في عندي اللي بي فتح لي الترمينال في عندي السوبر اس اه السي اللي بيفتح لي البراوسر فهي اللي بيفتح لي البرامج peoples طبعا بي حالке انا اساة انتبهنا خليد اذا انتبهت انه ما عمل لي هذا بسبب انه انا حاطت الترمينال يفتح على الوركس بيس الاول كما لا شايف انه انا هلأ مشهود بالوركس بيس الاول وحاطت البراوزر يفتح بالوركس بيس التاني فاذا اجيب للوركس بيس التاني رح شوف انه عندي البراوزر اذا بدي انقل هاي الناخذة لتكون جنب الترمينال فرح اضغط سوبر شيفت واحد هل راحت النافسة من هذا الوركس بيس ولكن اذا اشييت للوركس بيس الاول رح شوف انه صار الترمينال موجودة بمكان صافي عندي النافستين موجودين مع بعض انت اذا هاي النقطة الاخيرة بالفيديو اذا كنت بدك تغير الثيم اللي موجودة او اذا بدك تحط لايت ثيم لانه انا في عندي دارك ثيم وفي عندي لايت ثيم فخلينا نجي للcd.config awesome themes خلينا نعمله ls انا شايف انه في عندي مسار اسمه color skins خليني اجي لهذا المسار نعمله ls مرة تانية رح شوف انه في عندي عدد من الملفات اللي بتنتهي بال.config كل واحد من هدول هو عبارة عن ثيم معينة انا بدي هلا اجي مع الاخذ ثيم light فانا بارث انه الماتيريال هي light theme فرح ارجع لوراء واشي بالو cd المقطين رح افتح ثيم دوت لوراء رح اجي للسطر اللي تتتتتتت لعند الفور رح اجي لكلمة دوم ورح اغيرها رح نغير الدوم للماتيريال هلا منحفظ الملف ومنعمل super shift r متل ما نرى انه الثيم صارت light شوف انه البارات صارت بلون فاتح شوف انه الويدجيتز كمان صارت بلون فاتح انت اذا بدك تغير تتخدم اي واحدة من الثيمات اللي موجودة مثل ما حكيت اذا اجلنا لcd.conf awesome themes color نناله ls فانا بس بتغير بملف الثيم عند السطر اللي موجود في فور لاين بتغير ضمن الكوتيشن اسم الثيم اللي بدك ايها لوحدة من الموجودين حاليا وما في داعي انك تحط .conf بس بتحط اسم الثيم اللي بدك ايها فخلينا نرجع هلأ مثلا اذا قلت انا بدي حط الماتيريال دارك رح ضيف رح غيرها للماتيريال دارك بحفظ الملف بعمله رستارك متل ما يشايف انه هلأ تغيرت لدارك ثيم طبعا هاد الكلام انا عامله كي بايندينج بس ما رح رح نفوت فيه هاليوم متل ما حكيت لانه البات الوكال بين بالفيرتوال ماشين في مشكلة لازم اني ركز عليه لكن اذا اجينا للكون للسوبر اس رح شوف انه بالدي منيو في عندي المود تي او السوبر تي اللي هو تاغل دارك او لايت فيم فخلينا ايجي لنزامي انا الجهاز اللي عندي خلينا نيجي لورد سبيس فانا اذا ضغطت سوبر تي رح شوف انه بشكل مباشر ممكن اني غير الثيم اللي بدي اياها بس بختار الثيم اللي بدي اياها وبضغط انتر رح يغير لي اياها بس هاد الفيديو هاد الكلام بنرجع بنحكي عنه بفيديوهات تانية مثل ما حكيت في عندي هاي الويدجت اللي ما طلعت وفي عندي هاي الويدجت اللي كمان ما طلعت بالنسبة الويدجت اللي تحت اللي خاصة بدرجة الحرارة هادول مفروض انه يشتغلوا بدون اي مشاكل بالفيرتوال ماشين ما اشتغلوا لانه طبعا هي فيرتوال ماشين اما اذا انت عمالك تستخدمه على نظام فعلي فرح يشتغل متل ما يشايف اللي خطوط طلع بشكل صح بس هاد الكلام بده بس انك تعدل اياس اللي يتناسب مع حجم الشاشة اللي عندك اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب لا تنسوا تتركولي تعليقاتكم بقسم التعليقات بالنسبة لغير المشتركين دائما مرحب فيكن لا تشتركوا بالقناة لا يوصلكم كل الجديد من نوفرتك بارتقي فيكن بالفيديو الجاي وبامان الله اشتركوا في القناة